وفي السياق ذاته قال أمين العاصمة عبدالغني جميل إنه تم التوقيع مع الشركة الكريم الإصرافة على إنجاز عملية صرف مرتبات موظف الدولة في أمانة العاصمة وقال جميل إن المرحلة الأولى تشمل صرف مرتبات موظف التربية والتعليم فيما بقية الموظفين سيتم صرف مستحقاتهم عند الانتهاء من إرسال الكشوفات والبيانات إلى الحكومة تم التوقيع مع مؤسسة الكريم الإصرافة في صرف مرتبات موظفي أمانة العاصمة والديوان موظفي أمانة العاصمة التربويين بما يقدر 21 ألف 700 موظف وتم تحويل مبلغ مليار وستمائة مليون منها مليار واربعمائة مليون فيما يخص موظفي التربويين أمانة العاصمة ومائة مليون لديوان وزارة التربية والتعليم وبقية الموظفين إن شاء الله سيتم الصرف لهم عاجلا حتى يتم استكمال جميع الكشوفات